الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول الماتن رحمه الله فالكتاب كلام الله عز وجل وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور قال الشارح الفوزان حفظه الله الأصل الأول الكتاب قوله فالكتاب شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على الأدلة بالتفصيل على الترتيب المذكور والكتاب لغة يطلق على كل كتابة ومكتوب ثم غلب في عرف أهل الشرع على كتاب الله تعالى المكتوب في المصاحف وهو القرآن وقوله كلام الله عز وجل أي بدليل إعجازه والإعجاز هو ارتقاؤه في البلاغة إلى حد خارج عن طوق البشر ولهذا عجز العرب عن معارضته عند تحديهم به وإذا كان القرآن هو كلام الله تعالى فهو حجة ملزمة فهو حجة ملزمة بما دل عليه من الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان لأنه كلام من تجيب طاعته وعبادته سبحانه وتعالى وقوله وهو القرآن المتلوب بالألسنة المراد بالمتلوب ما تتعلق الأحكام الشرعية بتلاوته كوجوبها في الصلاة وحرمتها على الجنوب ونحو ذلك وفسر المؤلف الكتاب بالقرآن لأنه أشهر من لفظ الكتاب وقوله المكتوب في المصاحف هذه من صفات القرآن وهي أن الله تعالى شاء كتابته في المصاحف وذلك من أسباب حفظه وكان آخر ذلك في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث جمع القرآن كله في مصحف واحد لحمل الناس على الاجتماع عليه وذلك عندما كثر الاختلاف في القراءات وصار بعضهم يخطئ بعضا فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فجمع القرآن في مصحف واحد مرتبا سورة مرتبا سورة الترتيب النهائي المعروف الآن وقوله المحفوظ في الصدور هذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة وهي حفظ القرآن في صدورهم ولهذا كان الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور وفي صحيح مسلم وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء الحديث فأخبر تعالى أن القرآن محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الأزمان وأنه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء بل يقرأ في كل حال بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرؤونه كله إلا نظرا قال الماتر رحمه الله وهو كغيره من الكلام في أقسامه فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح كجناح الذل ويريد أن ينقض فقوله وهو كغيره من الكلام في أقسامه فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له أي إن القرآن كغيره من الكلام العربي ينقسم باعتبار استعماله في المعنى إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له سواء في اللغة مثل الأسد في الحيوان المفترس أو في الشرع مثل الصلاة في العبادة المخصوصة أو في العرف كلفظ الدابة لذوات الأربع وقوله ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح هذا القسم الثاني من أقسام الكلام باعتبار استعماله في المعنى وهو المجاز ويراد به اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كقولك رأيت أسدا على فرس تريد رجلا شجاعا وقوله على وجه يصح إشارة إلى أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا بد فيه من شرطين الأول وجود علاقة بين المعنى الأصلي الذي وضعت له الكلمة والمعنى الآخر الذي استعملت فيه الكلمة ويسمى المجاز الذي علاقته المشابهة استعاره كالمثال السابق والذي علاقته غير مشابهة مجازا مرسلا نحو سال الوادي الثاني وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان في المباحث اللفظية قوله كجناح الذل ويريد أن ينقض هذان مثالان للمجاز بناء على وقوعه في القرآن فالجناح حقيقة للطائر من الأجسام والذل معنى فلا يوصف به فهو مجاز والجدار لا إرادة له بل هي للإنسان والحيوان ومن لا يقول بوقوع المجاز في القرآن يقول إن لفظ الجناح مستعمل في حقيقته وهو يد الإنسان وعضده قال تعالى وضم إليك جناحك من الرهب والخفض حقيقة وهو ضد الرفع فالأمر بخفض الجناح كناية عن لين الجانب وأما الإضافة فلا تستلزم المجاز لأن المراد جناحك الذليل فهو من إضافة الموصوف إلى صفته كحاتم الجوات وعذاب الهون وأما يريد أن ينقض فلا مانع من حمله على الحقيقة للأدلة كقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده وما ثبت من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلام الحجر عليه ونحو ذلك أو يراد به قرب الوقوع وقد اختلف أهل العلم في وقوع المجاز في القرآن فمنهم من ذهب إلى أنه لا مجاز في القرآن وهو قول داود الظاهري وابنه أبي بكر ونسب إلى ابن خويز من داد من المالكية وابن القاص من الشافعية ونصره ابن تيمية ومن بعده ابن القيم وكأن مستندهم في ذلك ما وقع في كلام أهل البدع من التذرع به إلى نفي صفات الله تعالى وتأويل الأمور الغيبية ولهذا عده ابن القيم طاغوتا فقال فصل في كسر الطاغوت الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز والحق أن تذرع أهل البدع بالمجاز لنفي الصفات يفسده عليهم وجوه أخرى من الاستدلال ليست هي ابطال القول بالمجاز وذهب الجمهور من أهل العلم إلى وقوع المجازه القرآن كوقوعه في اللغة ونصره ابن حزم والآمدي والشوكاني واستدلوا بوقوعه في آيات كثيرة كقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط فإن المعنى الحقيقي للفظ الغائط فإن المعنى الحقيقي للفظ الغائط المكان المنخفض من الأرض الذي يقصد لقضاء الحاجة رغبة في التستر وهذا غير مراد قطعا لأن مجرد المجيء من ذلك الموضع ليس بحدث يوجب الطهارة فتعين حمله على المعنى المجازي وهو الخارج من الإنسان والأظهر في هذه المسألة هو التفصيل وهو أن المجاز واقع في القرآن ما عدا آيات الصفات وهو قول الشافعي وإن لم يسمه مجازا وقول الخطيب البغدادي ولعل ذلك هو مراد من قال من أهل السنة بوقوع المجاز في القرآن ذلك أنه لا يلزم من إثبات المجاز في القرآن دخوله في آيات الصفات إذ يمكن إثبات صفات الله تعالى على حقيقتها ووجهها اللائق بالله تعالى ونفي المجاز عنها وإثبات المجاز فيما عداها كقوله تعالى واسأل القرية وقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض وقوله تعالى واخفض لهم جناح الذل وغير ذلك لأن إثبات المجاز لا بد له من قرينة تصرف اللفظ عن معناها الحقيقي إلى معناها المجازي وهذه القرينة عند أهل السنة منتفية عن آيات الصفات قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال أبو عمر ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا ولا يحدون فيه صفة محصورة وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة انتهى كلامه والذي يظهر أن منكر المجاز طائفتان فطائفة ترى أنه أسلوب من أساليب العرب ففي قوله تعالى وسأل القرية بعضهم يقول مجاز فأطلق المحل وأريد الحال وبعضهم يقول إنه حذف المضاف أهل وقيم المضاف إليه مقامه وهذا أسلوب من أساليب اللغة معروف والخلاف مع هؤلاء لفظي والطائفة الثانية تنكر حقيقة المجاز وترى أنه لم يرد في القرآن لفظ مستعمل في غير موضوعه الأصلي والخلاف مع هؤلاء حقيقي ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم قال ابن رجب من أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق الإسم فقد ينكر إطلاق إسم المجاز لألا يوهم هذا المعنى الفاسد ويصير ذريعة لمن يريد جهد حقائق الكتاب والسنة ومدلولاتها ويقول غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من أهل البدع وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه فيمتنع من التسمية بالمجاز فيمتنع من التسمية بالمجاز ويجعل جميع الألفاظ حقائق ويقول أيضا اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى أو دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر فهو حقيقي في الحالين انتهى كلامه قال الماتن رحمه الله ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب كناشئة الليل وهي حبشية قال الشارح الفوزان حفظه الله قوله ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب أي ومن القرآن ما هو معرب وهما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعانم في غير لغتها قال الجوهري تعريب الإسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها تقول عربته العرب وأعربته أيضا انتهى كلامه وهذا هو القول الأول في وقوع المعرف في القرآن وهو قول جمع من أهل العلم ودليلهم وقوعه كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله وغيرهما وقوله كناشئة الليل وهي حبشية وقد وردت هذه الكلمة مرة واحدة في سورة المزمل وعن ابن عباس ناشئة الليل قيام الليل بالحبشية قال الماتن رحمه الله والمشكاة هندية والاستبرق فارسية وقال القاضي الكل عربي قال الشارح الفوزان حفظه الله قوله والمشكاة هندية المشكاة هي الكوة بلسان الحبشة وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقد وردت هذه الكلمة في موضع واحد في سورة النور أما ما ذكر المصنفين أن المشكاة هندية فقد رده صاحب شرح مسلم شرح مسلم الثبوت وهو هندي فقال ثم كول المشكاة هندية غير ظاهر فإن البراهمة العارفين بأنحاء الهند لا يعرفونه انتهى كلامه وقوله والاستبرق فارسية الاستبرق غليظ الديباج واصلها استبره فأبدلت العرب الهاقافا كما قال ابن قتيبة وغيره واستبرق وردت أربع مرات في القرآن الكريم وقوله وقال القاضي الكل عربي هذا هو القول الثاني هذا القول الثاني وهو أن القرآن ليس فيه شيء من غير العربية وهو قول القاضي من الحنابلة وقول الشافعي وقد شدد النكير في كتابه رسالة على من يدعي أن في القرآن غير لسان العرب وعمدة الشافعي الآيات الكثيرة التي وصفت القرآن بأنه عربي كقوله تعالى قرآنا عربية وجمع بعض العلماء بين القولين بأن مثل هذه الكلمات كانت عجمية فأربتها العرب وغيرت فيها وحولتها إلى ألفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد اختلطت بكلام العرب فمن قال عربية فهو مصيب ومن قال عجمية فهو مصيب وقال آخرون إن هذه عربية صرفة ولكن لغة العرب متسعة ولا يبعد أن يخفى على الأكابر ألفاظ منها وهذه من المسائل التي لا ينبغي الإطالة فيها قال الماتن رحمه الله وفيه محكم ومتشابه قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل وقال ابن عقيل المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة وقيل الحروف المقطعة وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال والمتشابه القصص والأمثال يقول الشارح الفوزان حفظه الله قوله وفيه محكم ومتشابه اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم كله وبأنه متشابه كله وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه فالأول كقوله تعالى ألف لا مراء كتابا حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم والثاني كقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهة الآية والثالث كقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية فالأول هو الإحكام العام ومعناها الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى فألفاظه في غاية البيان والفصاحة ومعانيه أكمل المعاني وأجودها وأنفعها وأخباره في كمال الصدق وأحكامه في كمال الرشد والعدل وأما التشابه العام فهو أن القرآن يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والإتقان والإتلاف فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار كما قال سبحانه وفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وأما الإحكام الخاص والتشابه الخاص ففيهما خلاف سيذكره المصنف رحمه الله وقوله قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل ذكر المصنف رحمه الله أربعة أقوال في تعريف المحكم المتشابه والمراد الخاص لقوله وفيه محكم ومتشابه فالأول للقاضي أبي يعلى والظاهر أن المصنف نقل كلامه بالمعنى فإن الذي في كتابه العدة قوله المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان ولم يحتج إلى بيان والمتشابه محتاج إلى بيان وقوله وقال ابن عقيل المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة هذا القول الثاني في تعريف المتشابه وهو أنه ما يغمض علمه على غير المحققين قال في المصباح المنير غمض الحق وموض من باب قعد خفي مأخذه والغامض من الكلام ضد الواضح وقوله كالآيات متعارضة أي كقوله تعالى إنك لا تهدي من احببت مع قوله وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم والجمع بينهما أن الأولى يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره والثاني يراد بها هداية الدلالة والإرشاد إلى الحق وهي ثابتة لرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره قوله وقيل الحروف المقطعة هذا هو القول الثالث في تفسير متشابه وقد نسبه ابن كثير رحمه الله إلى مقاتل بن حيان وقال ابن تيمي رحمه الله إنه يروى عن ابن عباس فتكون الحروف المقطعة في أوال بعض الصور من المتشابه والمحكم ما وصلت حروفه قوله وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال والمتشابه القصص والأمثال هذا القول الرابع في تفسير المحكم والمتشابه وقد روى بمعنى أن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وذكر السيوط في الإتقان والظاهر أن هذا التفسير مبني على ما نقله القاضي من أن المحكم ما استفيد الحكم منه والمتشابه ما لا يفيد حكما وهذا التفسير المتشابه ضعفه الأمدي ومن بعده ابن تيميا لأن القصص والأمثال يعرف معناها قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلى العالمون فدل على أن العالمين يعقلونها وإن كان غيرهم لا يعقلها قال ابن تيميا والأمثال هي المتشابه عند كثير من السلف وهي إلى المتشابه أقرب من غيرها لما بين الممثل والممثل به من التشابه وعقل معناها هو معرفة تأويلها هو معرفة تأويلها الذي يعرفه الراسخون في العلم دون غيرهم انتهى كلامه قال الماتن رحمه الله والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات قال الشارح فوزان حفظه الله المراد بالتأويل هنا صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى المرجوح لدليل يقتضيه وهو قد يكون صحيحا مقبولا إن دل عليه دليل صحيح وقد يكون فاسدا مردودا إلا إن لم يكن كذلك فهو على الأول من باب التأويل بمعنى التفسير وعلى الثاني من باب تحريف الكلام عن مواضعه مثال الأول قوله تعالى أتى أمر الله في سورة النحل فهذا ماضي ولكنه يصرف إلى المستقبل لأنه لم يأتي بعده بدليل فلا تستعجله وبدليل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الآية أي أردت أن تقرأ وإنما جاء لفظ الماضي تنبيها على تحقوق وقوعه ومثال الثاني قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فظاهره العلو اللائق بالله وهذا هو المراد فصرفه إلى معنى الاستيلاء باطل لأنه ليس عليه دليل صحيح بل هو من تحريف الكلام عن مواضعه وأما إن أريد بالتأويل التفسير فهو صحيح بالنسبة إلى معنى الصفة كمعرفة معنى الاستواء لا الكيفية كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقوله كآيات الصفات أي إن آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى من المتشابه الذي يجب الإيمان به ويحرم تأويله وهذا فيه نظر فإن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى لأن معنى معلوم في اللغة العربية وليس متشابهة وأما كيفية اتصاف جل وعلا بها فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه وهي من المتشابه بهذا الاعتبار فالاستواء إذا عديا بعلف معنى في اللغة العلو والارتفاع وأما كيفية استوائه سبحانه وتعالى على عرشه فلا يعلمها إلا هو وقد رد بن تيمية رحمه الله هذا التفسير وبين فساد القول بأن آيات الصفات من المتشابه الذي لا يفهم معناه وقرر أن معناها معلوم كما قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف هذه الأمة وأما الكيفية فلا تعلم ولا يجوز لأحد السؤال عنها والأظهر والله أعلم أن المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل والمتشابه ما خفي معناه حيث يشتبه على بعض الناس لكن من رد المتشابه للمحكم تبين له المراد وتعين له وجه الصواب ومن اقتصر على المتشابه ظل سواء السبيل كقوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته والقاهل مريم ورحم منه فالنصار احتجوا بهذه الآية على أن عيسى ابن الله ولم يرجع إلى قوله تعالى في عيسى عليه الصلاة والسلام إنه إلا عبد أنعمنا عليه وقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ومن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى مثل كيفية الصفات وما في اليوم الآخر بما أخبر الله وهذا لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه ومن حكمة خطاب الخلق بالمتشابه الذي لا يفهم معناه اختبارهم وامتحانهم بالإيمان بما لا يعلمون معناه ويدل لذلك قوله تعالى عن الراسخين آمنا به كل من عند ربنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر